لا وأنا عاوز أقول بصراحة وضوح دكتور ناجي ولا يخفى عليك أنه أنا بتكلم مش في الأوساط الغير مسيحية في الأوساط المسيحية عم بيعلمونا أو بيعلموا أنه آدم ممكن يكون شخصية رمزية والبعض راح أنه يعني لفكرة الأسطورة وأنه مش حقيقة لكن فيها دروس أدبية أخلاقية نتعلمها شو ردك على هذا الموضوع لا الحقيقة أن الكتاب المقدس واضح أوي لأنه كما في آدم الأول سقط الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع فلو ما سقطناش في آدم الأول وما كانش فيه الخطية الأصلية والخطية الجدية اللي بنتكلم عنها فصح ثلاثة من سفر التكوين كل فكر المسيحية وكل فكر الكتاب هينهار بالكامل في واحد اسمه فرانك زيندلر ده راجل ملحد امريكياني كبير أوي بيقول سقطت الأسطورة المسيحية حينما اكتشفنا أنه آدم ليس شخصية حقيقية حسب رأيه يعني فبيقول لو كان آدم مش شخصية حقيقية يبقى ما فيش خطية أصلية ما فيش خطية أصلية مش محتاجين إلى مخلص وهو بيقول وهذا يضع المسيح في عداد العاطلين فشوف الاستنتاج ماشي ازاي؟ زي ما الشيطان هنا بيقوله أحقا قال الله أن لا تأكلها من كل شجر الجنة بيحاولي صور الله بصورة الإله القاسي اللي بيحطهم في مكان جميل جدا وإلهم ما تكلوش وما تمسوش ده مش إلهنا إلهنا عايزنا نعيش life to the full هتايت لتكون لهم حياة ولتكون لهم حياة أفضل الحياة المسيحية ما هيش قوانين والتزامات الحياة المسيحية هي حرية في المسيح يسوع الشيطان بيحاول يقلب الصورة دي ويعكسها وده اللي حصل هنا وزي ما قلنا في الجزء الأول من الحلقة أنه مش حاجة غريبة لأن الشيطان يستخدم حيوان يتكلم من خلاله لأن دي حاجة معجزية مش محتاجة لأحبال الصوتية ومركز الكلام في المخ والجينات اللي بتخلينا نتكلم دي حاجة معجزية يعني معجزية يعني ما وراء الطبيعة وبكده ابتدى ينقل حواء فكر الشك أحقا قال الله اشتركوا في القناة